بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ربي حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدك سبحانك سبحانك لا نحصي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما نسألك اللهم نسألك اللهم أن تصلي على ملك الكمالات وقطب البدايات والنهايات وسيد أهل الأرض والسماوات ألف الإمامة وباء البركة وتاء التمام وثاء تمرة العز وجيم الجمال وحاء الحق الكامل وخاء الخلود الدائم ودال الديمومة الأبدية وذال دم الأغيار الشيطانية وراء الرفع القطبية وزاي الزينة الجمالية وسين السمو إلى المعارف العلية وشين الشرف الأكبر وصاد الصدق الأنور وصاد الضوء اللامع الأزهر وطاء طلوع شمس العز والمعرفة وضاء الظهور في مراتب العز المشرفة وعين عنايتك الأزلية الأبدية وغين الغفران الوارد من فضلك ورتب كمالك وفائفائك وقافق أهر المخالف بالخطيئة القوية وكافق مالك العالي ولام لقائك الغالي وميم ببدأ الأشياء ظاهرا وباطنا ونون نهاياتها سرا وعلنا وهاء الهوية العظمى وواوي ورود المشرب الأسنى من لا نظير له في خلقك ولا مساوي له في حضرة عزك ويا يسر الدكر ببركتك ثم ببركته عين أفلاك العز وسلطان سرادقات الحفظ ورئيس الجنان والشافع من النيران الفاتح الخاتم الأول آخر الظاهر الباطن الجبار الرؤوف الرحيم المهم سيد أوليائك العارفين وملائكتك المقربين والأنبياء والمرسلين من لاح جماله في القدم وأشرق نوره إلى الوجود بلا عدم سيد أسرار الملكوت والعالم بنهاية الرغبوت والجبروت من أقام الحق وأذل الطاغوت نورك الأتم وفضلك الأعم قطب الأقطاب وملاد الأحباب الداخل إليك من الباب باب الخيرات ومفتاح البركات شمس المعاني الظاهرة وسيد الدنيا والآخرة من لم يغب عن حضرتك طرفة عين ولم يعرف غيرك من الزمان والأين سيد الدارين سيد الدالين عليك الموصلين إليك نور بهجة الأسرار العالم بكشف الأسطار الساتر من وصفك الساتر من وصفك إلى الوجود بلا عدم سيد أسرار الملكوت والعالم بنهاية الرغبوت والجبروت والعالم بكشف الأسطار الساتر من وصفك الغفور الستار مظهر مظهرك التام وعين جودك العام سيدنا الأكمل ونورنا الأفضل خير من سبق ولحق دائما نور واضح الظهور الحجة القاطعة دي البراهين الساطعة شمس العلوم وقمر جلاء الغموم سيد الأطفال والكهول وقطب دوائر العز المقول من خضعت له الرقاب ودلت له الأقطاب ودرج الرسل تحت لوائه ونالوا شرف كماله وإيوائه فرض الأفراد وقطب الأقطاب ووتد الأوتاد العروة الوثقى خير من اتقى من قرب قاب قوسين أو أدنى ولاح من مظهر النور الأسنى إمام الحضرات الكاملة وسيد أهل الرتب الفاضلة سيد أهل الفضل الراتبة نهاية أعمال الواصلين وغاية رغبة الراغبين من سألك به آدم فنجى وكل رسلك إليه قد التجى الحبل الممتد بينك وبين خلقك سعيد السعداء سيد السادات فرض الإحاطات والكمالات والنهايات روض العلم الخصيب ومظهر سر القول المصيب من لاح فيه وعليه كلامك القديم وظهر فيه نور سرك العظيم من فضلت من فضلت رتبه على العرش وقربته من عزك وقدسك وهو نورك الأعظم وجمالك الأكرم وكمالك الأقدم وصراطك الأقدم وصراطك الأقدم من اقتحت به لعظمتك وشرفته في ذلك بوصف ذلك لسيادته سيد الأسياد سيد الأسياد اللهم تقبل منا واعفو عنا واستجب لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه من أجلك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وكن لهم ولنا ولسائر المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبحان الذي بليهده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أما بعد أما بعد أيها الكرام الأعزاء أما بعد طالت الغيبة وذلك لظروف قوية لا يمكن سردها في هذا المكان واليوم واليوم أيها الأحباب جاءكم أخوكم أبو حور بضرس والله جديد لكن لا يصلح للمتنطعين ولا للجاهلين ولا لكل من له نية فاسدة فهو هذا الدرس جعلت خصيصا لكم هدية مني إليكم هو لجلب الدراهم أو الضنانير أو الحبوب أو الزيت أو غير ذلك مما شئت كيف لا كيف لا وهو اسم الجلالة اسم الله اسم الله مضروب في ثلاثة هذا الجذول هذا الجذول هذا الوفق المبارك هذا المثلت هذا المثلت الحكيم المملوء باسم الجلالة المضروب في ثلاثة والمحاط بهاته الأبيات أتتركني وقد أيقنت حقا بأنك لا تضيع من خلقتا وإنك ضامن للرزق حتى تؤدي ما ضمنت كما قسمتا وإني بكواتق يا إلهي ولكن القلوب كما علمتا أحبابي الكيفية وهي كالتالي الكيفية وهي مسطرة أمام عينكم كالتالي أن ترسم هذا المثلت ترسمه المعمر باسم الجلالة كما قلت المضروب في ثلاثة فوق الأرض ليس فوق الورق فوق أرض فوق الترهب طاهر ناعم أو رمل طاهر ناعم لا غبار عليه ولا نجاسة فيه يكون المكان طاهر وتتلو عليه صورة الحديد الشريفة ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أو ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور إلى الصدور إلى الصدور إلى بذات الصدور بذاتي بذاتي دائما الذها المعجمة أو الضاد أو الثاء يجب أن تنتبه إلى هذه أو الظاهر أو ثم أو إذا دائما هناك من لا يحسن القراءة ويقول لم تستجيب لي فكيف تستجيب لك وأنت لا تعرف حتى القراءة في القرآن لا تحفظ القرآن ولا تعرف قراءة القرآن ولا تؤمن بهذه الأشياء فكيف لك إن كنت تظن أو تشك في هذه فهذا أرحل إلى سبيلك ثم لما ترسم هذا ترسم المتلت دون أن تحيط به إذا أردت دون أن تحيط به الأبيات إذا أردت أن تحيط به الأبيات فلا كذلك تكتبه بعود بقلم ناشف بدون مداد تسطره هكذا مثلا اكتبه على الأرض هكذا اثنان وست انظروا إلى الاثنين كيف أي ثم إلى الثلاثة الأربعة اثنان وستون ثلاثة وستون أربعة وستون خمسة وستون خمسة الخمسة هكذا هذا الصفر انتبهوا من عمل صفر النقطة لا يستجيب معه ستة وستون الله الله هو اسم الجلالة سبعة وستون تمانية وستون تسعة وستون سبعون هي عدد كون الكافي بأشترين ونون بخمسة يمكن أن تكتب أن ترسم على الأرض هذا المتلد دون أن تكتب الأبيات الطاحرة ثم تقرأ عليه من صورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك المثال نضربها للناس لعلهم يتفكر إلى آخر صورة عدد ستة وستين مرة ستة وستين مرة هذا سبح لله إلى بداية الصدور ولو أنزلنا هذا ستة وستين مرة في جلسة واحدة ثم تقول بعد الستة وستين اللهم يا من هو هكذا هكذا ولا يزال هكذا ولا يكون هكذا أحد سواك أسألك باسم الجلالة والوفق المبارك أن ترزقني كذا لا تقول كذا ترزقني الدراهم مثلا ألف دراهم أو عشر ألف دراهم أو عشر ألف دينار أو مليون أو طلب طلب ثم ثم تتلو الأبيات اثنى عشر تذكرها ثم تذكر الأبيات التالية تذكرها اثنى عشر ثم تذكر الأبيات اثنى عشر مرة تذكر هذه الأبيات أتركني وقضيق أنت حق لأنك لا تضيع من خلقت وإنك ضامن للرزق حتى تؤدي ما ضمنت كما قصمت فإني بك وافق يا إلهي ولكن القلوب كما علمت هكذا ثم بعد قراءة الأبيات اثنى عشر مرة اجلس في مكانك بعد هذا الدكر قليلا مدة زمنية ربع ساعة أو نصف ساعة واخرج من مكانك متوكلا على الله فإن الله عز وجل يسوق لك ملكا روحاني على صفة البشر يأتيك بقلبك من الكون بعزة العزيز في عز عز كيف لا وهو اسم الجلالة كيف لا كيف لا وبقوة لكن ضروري من قوة وجود النية والصدق واليقين والله لا يخيب من دعاه الله سبحانك سبحانك ربي ما أعظم شانك اللهم تقبل منا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولأساتدتنا وشيوخنا وآبائنا وأمهاتنا اللهم استرنا احفظ جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ بلدنا بلدنا احفظ ملكنا احفظ شعبنا احفظ إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم إنا نسألك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونطلب منك أن تصلي وتسلم وتبارك وتنعم على سيد الكونين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رب العزة